أولاً التعرف على الملح الملح هو مركب آيوني آيوني يعني فيه آيون موجب وآيون سالب أي شيء آيوني معناته هو له يعني إشارة إما سالب أو موجب وبتتذكروا لما نحن أخذنا لما راجعنا وعملنا مراجعات على مادة الكيميا قالنا من أين تأتي الشحنة الموجبة أو الشحنة الموجبة أو السالبة قالنا لما الذرة تكتسب الكترونات تتحول لآيون سالب لأنه الكترون سالب ولما الذرة تخسر الكترونات سوف تتحول إلى آيون موجب لأنه الشحنة الموجبة رح تكون أكتر من السالبة إذا فتتذكروا من خواص الزرة قالنا الذرة تحوي على نواة موجبة الشحنة الكترونات سالبة الشحنة تدور حوله وقلنا أنه عدد البروتونات وعدد الكترونات في كل ذرة يكون متساوي ولكن تتحول الذرة إلى آيون لما تخسر الكترون فتتحول إلى آيون موجب أو تكسب الكترون فتتحول إلى آيون سالب هلأ مركب آيوني يتكون من آيون موجب معدن غالباً معدن مثل الحديد، النحاس، الألمنيوم، الزينك وهكذا وآيون سالب لا معدن لا معدن مثل شو؟ مثل الأكسوجين، الكبريت، الكلور، اليود، البرو وهكذا يعني أنا عندي هو مركب آيوني فيه شقين فيه آيون موجب وآيون سالب هلأ للأملاح أهمية كبيرة في حياتنا مثل عندي الصخور الرسوبية، الصخور الرسوبية غنية بالأملاح وجسم الإنسان يحتاج إلى أملاح ولا سيما في الدم أيضاً في النباتات عندي نسغة ناقص في النباتات يتكون من الماء والأملاح المعدنية وأيضاً تدخل الأملاح في صناعة الأسمية معنا تخلونا فكرة فكرة أول شيء دم الإنسان وجسم الإنسان وتوازن الإنسان عموماً يعتمد على توازن الأملاح في جسم الإنسان يعني لأ مثلاً أنتم بتسمعوا بيقولون الملح مثلاً كثرة الملح مضرة بالصحة ولكن طلة الملح ضارة أكتر يعني ضارة جداً في الصحة لا يستطيع الإنسان أن يحيا بلا أملاح توازن الدم كله يعتمد على توازن تراكيز الأملاح في الخلايا والدم الوظائف الحيوية اللي جسمنا بيعملها كلها معتمدة على الأملاح وهذه الأيونات الموجودة في جسمنا فهي كتير مهم الأملاح كتير مهمة لجسمنا أيضا بالنسبة للنباتات الغذاء النباتات النصغى النقص الموجود في النباتات أساسا هو ماء وأملاح معدنية أيضا الأسميدة لما نحط أسميدة للأراضي الزراعية هي عبارة عن أملاح يعني أنا أحضر هذه الأسميدة عن طريق تحضير الأملاح وهكذا فالأملاح هي مهمة جدا في حياتنا طبعا الأملاح لنا هي مركبات أيونية يعني فيها شق موجب وشق سالب قالنا الشق الموجب هو عبارة عن معادن والشق السالب هو لا معادن هنا في عندي مثل كلوريد الصوديوم أشهر ملح كلوريد الصوديوم هو ملح الطعام فيه الكلوريد هي الأيون السالب والصوديوم هو الأيون الموجب ملح الطعام ملحام جداً في حياتنا أيضاً عندي الأسمدة الأسمدة الآزوتية هاي صورة سماد صورة سماد موجودة يعني أنا بستعمله لتسميد الترق هلأ الأيون الموجب والأيون السالب في كل من الحمض والأساس والملح نحن نقلنا أنه الملح هو شق موجب وشق سالب هلأ في هذا الجدول بدي أدرس حمض كلور الماء وأساس هيدروكسيد الصوديوم وملح كلوريد الصوديوم نحن نشوف شو راح يطلع معنا أول شي حمض كلور الماء لنا الحموض عموماً هي عبارة عن مركبات تحوي عند تأيونة بالماء أو تفرز عند تأيونة بالماء أيونات أو تعطي هي مركبات الحموض هي مركبات تعطي عند تأيونة في الماء أيونات الهيدروجين الموجب هذا هو أيونات الهيدروجين الموجب فالحموض هي مركبات تعطي عند تأيونة في الماء أيونات الهيدروجين والأيون المشترك في كل الحموض هو أيون الهيدروجين الهيدروجين المتأين هلأ حمد كلور الماء أنا عندي الأيون الموجب فيه هو H موجب والأيون السالب هو CL سالب ودائما دائما في الحموض دائما الأيون الموجب هو H موجب ولكن عندي بعض أنواع الحموض ممكن يكون فيها تنتين H موجب أيوني هيدروجين نعم نحكي بالعموم كل الحمود تحوي على ايون هيدروجين واحد على الأقل ممكن يكون اثنين ممكن يكون ثلاثة ولكن لما أنا بدي أسمي حمود لازم يكون فيه ايون هيدروجين هلأ الأسس الأسس لنا هي عبارة المركبات الأساسية هي المركبات التي تعطيني عند تأيونة بالماء ماذا تعطيني ايونات الهيدروكسيل الهيدروكسيد فالحمود تعطيني اله موجب اللي هو الايون الموجب أما الأسس كل الأسس يجب أن تعطيني حين تتأيين ايون الهيدروكسيد يعني كل مركب يعطي عند تأيونه بالماء مجموعة هيدروكسيد واحدة على الأقل معنات هو مركب أساسي هذا بيجي أسئلة اختيان المتعدد ما الصيغة المشتركة بين الأسس هو ايون الهيدروكسيد الصوديوم عندي الايون الموجب هو الصوديوم والايون السالب هو OH السالب كل الايون السالب في كل الأسس هو OH السالب هلأ ملح كلوريد الصوديوم نحن أنه عندي الصوديوم هو شبيه بالمعدن وعندي الكلوريد الصوديوم هو الايون الموجب والكلوريد هو الايون السالب صيغة ملح كلوريد الصوديوم N-A-C-L وهذا هو ملح الطعام لذلك مهم أنه أنا أحفظ صيغته N-A-C-L في الأيون الموجب هو N-A موجب والأيون السالب C-L سالب طبعا في هذا الجدول أنا بكون لخصة ما أخدته من حمود وأسس وأملاح فبنرجع منعيد عندي أنا الحمود الحمود كلور الماء كل الحمود تعطيني عندك أيونة في الماء أيون الهيدروجين الموجب كل الحمود كل الحمود تعطيني عندك أيونة في الماء الهيدروجين الموجب أساس هيدروكسيد الصوديوب كل الأسس تعطيني عندك أيونة في الماء أساس الهيدروجين فبنرجع منعيد كل الحمود عندي كل الحمود تعطيني عندك أيونة بالماء أيون الهيدروجين الموجب كل الأسس تعطيني عندك أيونة بالماء مجموعة هيدروكسيد واحدة على الأقل يعني ممكن تعطيني تنتين ممكن تعطيني ثلاثة ولكن كل الأسس تعطيني أيون هيدروكسيد على الأقل أو عفوا كل الأسس تعطيني جموعة هيدروكسيد واحدة على الأقل هلأ الملح الملح هو عبارة عن مركب فيه أيون موجب وأيون سالب ملح الطعام N-A-C-L فيه أيون السوديوم الموجب وأيون الكلوريد السالب أنا عندي مصابيح موصولة لدارات كهربائية حاوية على محلول كلور الماء وهيدروكسيد السوديوم وكلوريد السوديوم هلأ كل المصابيح الموصولة بواحد واثنين وثلاثة بحمد كلور الماء وهيدروكسيد السوديوم وكلوريد السوديوم تضيء ولكن لا يضيء المصباح المتصل في دارة من وعاء يحوي على ماء مقطر من دون ما تشوفوا الكتاب مين بده يجاوبني يعني من عقله ليش تفضلي يا علا فايز لماذا؟ لماذا المحاليل أو المصابيح الموصولة في دارات حاوية على محلول من حمد كلور الماء وهيدروكسيد السوديوم وكلور السوديوم تضيء أما المصباح الموصول بمحلول الماء المقطر لا يضيء أحسنتي لا يوجد فيه أيونات لنا نحن الحموض حمد كلور الماء يتأين يعطيني ه موجب و سي أل سالب أيضا الأسس تتأين ن اي موجب أو أتش سالب طبعا يتم التأيونة على قوتها الحمض أو الأساس القوي يتأين كليا ولكن بالعموم تتأين الملح أيضا يتأين الملح ن اي موجب يعطيني و سي أل سالب ولكن الماء المقطر لا يتأين هو ماء لا يتأين طبيعته لا تسمح له بأن يتأين فبالتالي لا يوجد أيونات في المحلول إن الأيونات هي حوامل التيار الكهربائي هي التي سوف تحمل التيار الكهربائي وبالتالي أنا ما عندي سيارات أو ما عندي نواقع تحمل هذا التيار الكهربائي فبالتالي التيار لن يتشكل وبالتالي المصباح لن يضيب فالمحلل الثلاثة الأولى ناقل للتيار الكهربائي لأنها تحوي أيونات بينما الماء المقطر لا ينقل التيار الكهربائي لأنه لا يحوي أيونات وبالتالي لا ينقل التيار الكهربائي المحالي الثلاثة ناقلة تيار كهربائي لأنها تحوي أيونات بينما الماء المقطر لا ينقل تيار الكهربائي لأنه لا يحوي على أيونات وبالتالي لا ينقل تيار الكهربائي هلأ اختر الإجابة الصحيحة عندي هذه الصورة والمحالي المرأمة تحت تفضل يا سيرين فيصل عندي اختر الإجابة الصحيحة عندي أربع جمل بدي أختار للإجابة الصحيحة المحالي الواحد واثنين وثلاثة وأربعة الإجابة الأولى المحالية الواحد واثنين واربعة ناقلة للتيار الكهربائي الإجابة الثانية المحالية الواحد واثنين واربعة لا تنقل التيار الكهربائي الإجابة الثالثة واحد واثنين وثلاثة تنقل التيار الكهربائي الإجابة الرابعة المحلول واحد لا ينقل التيار الكهربائي لأنه لا يحوي أيونات طبعا بدي انتبه على التسمية أنا عندي أول شي حمض كلور الماء هيدروكسيد السوديوم ملح كلوريد السوديوم وماء مقطر تفضل يا سيرين نعم أنسي أنسي منختار رقم 3 أحسنتي لماذا؟ أنسي لأنه يعني تحوي أيونات وبالتالي فهي تنقل التيار الكهربائي